بسم الله. سلاة والمسلامة. انا عسول الله. والحمد لله رب العالمين. طبعا احنا كنا وقفنا لحد الاستقلالية وبتاع قلنا الخصوصية بتشتقى من الاستقلالية. اول حاجة خصوصية الجسد. خصوصية الجسد انت عندك حق اه او قليك الحق في انك ايه اه احنا قلنا مشتقة من الاستقلالية. تمام? يعني حريتك انك تختار. ايه اللي هيحصل للجسد بتاعك? خصوصية الجسد دي حاجة متعرف على في القانون. اه المفروض ان اعمال الضرب والاعتداءات والسجن بيقول لي انها بتبقى متاحة للشخص اللي مش بوافق على الرعاية. طبعا حسن ان الجملة دي غلط مية في المية. يعني ايه اضرب الشخص اللي مش موافق على الرعاية. وعلى ما ما سألت فيها الدكتور. وان شاء الله اه ترد عليها يعني وااااااا واقول لكم. لايما سبب تعليق وثبت لايما اقولها في فيديو تاني واتيفر ان انا حسن الجملة دي مش دقيقة خالص. المهم يعني خصوصية الجسد يعني انت لك حق انك تحدد الا يحصل لجسدك وهي حاجة متعرفة عليها في القانون. ماشي? طيب بعد كده يا صديقي خصوصية القرار. يعني انت دوقتي عندك خصوصية قرارك. اه مميز. تمام? بتتحكم فيه. تمام? يعني انت بتعمل مسلا اه اه مش فاهم يا شمس. بص يا صديقي. دلوقتي كل مريض ننحق ان هو ياخد قراره. في ناس بتاخد قرار حبوب ملاحن. اجهاد. اجهاد. يعني خلاص يعني اه احيانا اعضاء الفريق الصحي بياخدوا قرار ان هم ينهوا حياة شخص. ان هم يشيروا الاجهزة يعني. اني خصية القتل الرحيم بس يعني مش متحنينة اصلا في مصر. حرام يعني حرام يعني. في في والله مش عارفة فيه ناس ايادت وفيه ناس عرضت يعني المريض اصلا في حالته الاخيرة. صلى الله عنه. اه انفورميشن برايفسي. انفورميشن برايفسي اللي هي الخصوصية خصوصية المعلومات. يكون فيه ثقة بقى. ماشي? يبقى اللي فاهمين? يعني انا ما اقولش انا كم ممرضة ما اقولش معلومات عن المريض لحد. يبقى يا شباب بضري برايفسي خصوصية الجسد. ليه حق انك تقرر ايه اللي هيحصل لجسدك? ومين اللي يقدم لك الرعاية والكلام ده كله. ماشي? وهي متعرف عليها في القانون. تاني حاجة يا صديقي خصوصية القرار. ليك حق انك تتخذ قرار. اه زي مسلا هتخذي حبوب من الحامل مش عايزة تخليفي. اه هتجهدي. اه قرار لعضاء الفرسة انه ينهى حياة شخص. وفيها شمس خصوصية معلومات. ودي بتعتمد على الثقة ما بينك وبين المريض. نازم تكون يبقى ادم موصق منه. ما تخرجش اثير المريض ابدا. طيب. عشان نحترم يعني دي تقدروا تقولوا عناصر عشان نقدر او نتبع عشان نقدر نحترم الخصوصية. ماشي يا اصدقاء? اول حاجة. تمام? طيب تاني حاجة طبعا مش فاهم. بص يا اول حاجة ايضا. ايضا ايضا هاتف او تمام. مش فاهم. بص يا اول حاجة الخصوصية والاولوية. معلوماتك الشخصية دي نوع من حاجتك. حاجة انت بتملكها. ماشي? فمن حقك انك تحافظ عليه. عادي جدا. تاني حاجة والعلاقات الاجتماعية. ضروري جدا انك تحافظ على التطوير والحفاظ على العلاقات ما بينك وما بين الاشخاص. ولا سيما علاقتك كمريض باعضاء الفريق الصحي. الخصوصية واحساسك بنفسك. تمام? انت كشخص ممفصل. يعني انت بني ادم ممفصل. تمام? تشمل ايه? عندك اه جسدك. حاجة تخصك انت. اه خبراتك برضك حاجة تخصك انت. الخصوصية دي بتقيم على اساس دورها في التطوير. وآآ لان هي بتحسسك بنفسك يعني. تفاهم حاجة? اه ده انا. ده انا الوحدي. يا حاجة تخصني انا. مش من اي حد انه يتدخل فيها او او كده. طيب يبقى اول حاجة يا شمس احترام الخصوصية. عندي اول حاجة خصوصية المعلومات. دي حقك. لان من ضمن ممتلكاتك. تاني حاجة خصوصية العلاقات. يبقى فيه خصوصية ما بين علاقاتك وعلاقات يعني خصوصية في العلاقة. ما بينك ما بين اي حد. علاقتك ما بين اخواتك اعضاء الفريق صحي شخص اي حاجة. فيه برضو خصوصية احساسك بنفسك. انت لازم تبقى عارف انك شخص منفصل. ليه الجسد لوحده ليه شخص لوحده. خلاص. فمهم جدا اني انا اطور المفهوم ده. انك تحس باحساس التفرد. حاجة دي ليه لوحده. شون حق حد انه يشاركني فيها. فهمت يا صديقي? يبقى سواء خصية معلومات او خصية علاقات او خصية اه احساس التفرد بالنفس. ماشي? طيب. بعد كده بقى في مواقف بتضرر ان احنا نعمل فيها افشاء للمعلومات. غصبا عننا. بنضطر نخرج المعلومات دي. مش ضروري. يعني بيقول لك تكشف المعلومات. مش حاجة ضرورية ان يكون فعل لكسر الثقة. يعني انا اضطريت. مش بمزاجي. يعني مش شرط لما معلومات عن المريض تكون كل الغرض منها ان انا بس اكسر ثقة طوبية او ان انا اا اكسر الثقة او كلام ده. لا 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 خالص. ممكن يبقى متاح لك. ممكن يبقى من حقك دلوقتي انك تخرج معلومة المريض. تحت حالة معينة. ممكن المريض ذات نفسه هو اللي يطلب منك معلومات. اول حاجة يا شباب تضطر انك خليك تفشي المعلومات لو هتقولها لزمائي لك. تمام? اا بموافقة المريض. ولما تبقى المعلومات موصوك منها وتابع حالة المريض. تفاهم الفكرة? اقاربه. في حدود معينة. زي مثلا ابوه وامه. لو هو طفل. تالت حاجة في حالة البحث. طبعا احنا اتفقنا ده طبعا بيبقى بموافقة المريض وكل حاجة. وانت كباحث ما بتقولش اسم المريض. انت بس بتقول الحالة كزا كزا كزا. تمام? رابح حاجة اللي هي المحكمة. خامس حاجة الميديا. لو المريض وافق. آآ سادس حاجة في البليس. آآ في معلومات معينة. هي حاجة اساسية جدا. الصقة دي حاجة اساسية جدا 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 جدا. تطلب عدم كشف للمعلومات الشخصية او الاسرار. اوكي يا اصدقاء? يبقى تاني احنا دوقتي اتفقنا ان فيه خصوصية معلومات. فيه خصوصية واحساس للتفرد بالنفس. آآ كاحسسك ان الحاجة دي بتاعتك لوحدك. فيه خصوصية العلاقات. ماشي? طيب. بعد كده يا صديقي قلنا فيه اوقات انا باضطر ان انا اكشف فيها المعلومة. بس ده مش شرط ان انا كده قسرت السقة. لا مش ضروري. ممكن انا لازم اكشف المعلومة عشان انا لازم اكشفها. لازم اكشفها في الحالة دي. تمام? ممكن يبقى مسموح به تحت حالات معينة. تمام? بيطلب قلنا بواسطة المريض آآ ولما بيجوا حيسوا يطبق آآ لحرية المعلومات ممكن استخدمها بواسطة المرضى كمعلومات لاعضاء الفريق الصحي يعني. بصوا هيقصب الحتة دي انك هتاخد المعلومات بموافقة المريض عادي علشان تشارك فيها اعضاء الفريق الصحي التانين. ماشي? يعني انا دلوقتي ممكن اول حاجة اضطر ان انا اشارك اعضاء الفريق الصحي بالمعلومات. صح? طيب انت بتشاركي اعضاء الفريق الصحي بالمعلومات بموافقة المريض. والمعلومات دي لازم تكون موصوك منها. طيب تاني حاجة الاقارب. برضو بحدود. زي الاب والام. اه في حالة الطفل مسلا. لو هو طفل فلازم اشارك الاب والام. يبقى واحد اعضاء الفريق الصحي اتنين الاقارب. تالت حاجة الباحثين. تمام? هي قامت وطبعا اه يعني متاح. تمام? بصوا يا شباب. كلمة دي يعني يعني في موافقة برضو من مريض المريض موافق. انه يتخذ كبحس. يبقى رقم واحد لاعضاء الفريق الصحي التانين. رقم اتنين الاقارب. لو طفل مسلا واقول له بهمه. رقم تلاتة لو باحث ولازم يبقى في موافقة. لازم يبقى عملية الموافقة موجودة يا صديقي. لازم يكون موافق. طيب اه رقم اربعة المحكمة. رقم خمسة الميديا برضو بوافقة المريض. رقم ستة البوليس. تمام? بس. هم دول ستة بس. يبقى اعضاء الفريق الصحي واحد الاقارب اتنين. اه تلاتة الباحثين بالموافقة اربعة المحكمة خمسة الميديا. كل دي محتاجين موافقة المريض. معادة طبعا الحالة دي. شابة محتاجة موافقة المريض لانه هو طفل. تمام? لكن في الباقي لازم موافقة المريض. ماشي? وبرضو في حالة الاقارب ممكن احتاج موافقة المريض. لو هو مسلا مريض ممكن اقول له ممكن احكي لحد عشان يساعدك في كزا وكزا. فممكن برضو احتاج موافقته لو هو بنقادم راشد وعاكل وكده يعني. المهم. انا بتكلم عن مثال الطفل يعني مش شرط ان اخد موافقته ابوه امه هو مسلا مشواعي او كده. ان احنا اتفقنا ان الاطفال والناس اللي عندها اعاقف اه في زهنها او اي اه بتبقى اصلا مش قادرة تاخد قرار بنفسها فبنلجأ لحد ينوب عنها او بديل ينوب عنها ياخد يعني ادينا قرار بدلها يعني فهمتوا الفكرة? يبقى اه قلنا اعضاء الفرق الصحي الاقارب اه الباحثين والمحكمة او الميديا او البوليس. ماشي? طيب. واتفقنا برضو يا جماعة ان الثقة دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. تتطلب ايه? اه عدم افشاء للمعلومات الشخصية او للايه? للاصرار. طمام? يعني ما ينفعش. ما ينفعش نفشي المعلومات الشخصية او الاصرار. طيب اخر حاجة ان شاء الله. الرولز دي هي يعني بص لازم نتمسك بها في كل المواقف. يبقى دي اساس من من الاخلاق لازم نتمسك بها في كل المواقف. هي عبارة عن ارشادات للعلاقة ما بين المرضى وما بين اعضاء الفريق الصحي. تمام? طيب هم يعني هم تأسيسات لقواعد الاخلاق. يعني هم اللي بيأسسوا الباقي. هم المؤسسين بتوع الباقي. فأي اصلا بيبقى فيه ادوار وبيبقى فيه قواعد. سواء اللي هي الثقة او اللي هي اللي هو تقولي الحق يعني وتفي بالوعد وكده. اه توفي بوعدك. اللي هو الاخلاص والانست وكون صادق وكده فاهم الفشرة. تمام? يبقى تاني اخر الجزء ان شاء الله هي اساس من الاخلاق. تمام? لازم نتمسك بها بكل المواقف. ابهلت يعني تمسك. فيها بكل المواقف. تمام? هي ارشادات. تمام? ماشي. انا يا شمس عارفت انها ارشادات. ارشادات ل ايه يا شمس? ارشادات للعلاقة. ما بين المريض ما بين اعضاء الفريق الصحي. يبقى هي فيها حوالي تلات معلومات. اول معلومة انها بتطبق في كل المواقف. تاني معلومة انها آآ القواعد عبارة عن ارشادات ما بين المريض يعني ارشادات بتزبط العلاقة ما بين المريض ما بين اعضاء الفريق الصحي. تالت حاجة انه هم عبارة عن اساسيات لبقية القواعد التانية. سواء او خلاص? تلات حاجتهم. واحد. قل معي يا الله. ها? انها تطبق في كل مواقف. اتنين. انها اساسيات للعلاقة ما بين المريض وما بين اعضاء الفرق الصحي. تلاتة. ان هي الاساس. يعني اضافة هي ارشاد للعلاقة ما بين ان المريض واعضاء الفرق الصحي هي اساس البيل. مش يا صديق? طيب. الحمد لله. كده واقفين طبعا على محاضرة الكود. فضلنا كده محاضرتين. صح? انا اخدنا اربعة. فضلنا كده محاضرتين. الخمسة والسة. خمسة هي الكود. والستة هي ربنا يعديها على خير. اللهم اني استوضعك. ما فاهمت وما قرأت وما حفظت وما سمعت فاردوا الينا عند حاجاتنا الي يا ربي يا كريم. ادعو لي بصلاح الحال واني يكون مراضي هو قدري. سلام.